بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه التوكلته وعليه ونيب ذكروا اليوم بإذن الله سهل التنفيذ وفي النهاية بسم الله ما شاء الله بيكون شكله جميل علشان خاطر ناخد فكرة عنه أو ننفزه لازم نكمل الفيديو للنهاية لإن جميع الخطوات والمراحل بتكمل بعض ولو أول مرة تشوف فيديوهاتنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل وتعمل إعجاب علشان خاطر يجي لك كل جديد إحنا بنقدم كبداية الدهان اللي موجود عندي أو الأرضية اللي أنا شغال عليها ده دهان بلاستيك ربع لامع اسود طبعا ده دهان مائي كل ما كانوا للمسمياته فالمهم إن ده دهان مائي ربع لامع اسود بندهنه وبعد ما الحيطة بتنشف بنبدأ إننا نلزق مقاس 13 سنتيمتر وبعد كده 3 سنتيمتر طبعا 13 سنتيمتر إحنا هنعرف وإحنا شغالين إحنا ليه خدنا مقاس 13 سنتيمتر دي كور ما شاء الله حيلو ممكن يتعمل في أي مكان عايزين نركز في النقطة اللي جاية دي أو المعلومة اللي جاية دي كويس جدا طيب اللي معاها ده دهان قطيفة فلفت تشنتو شاموة دي كلها نفس المسميات وده لون سرفر فض سرفر بنبدأ نجيبه وبالقماش القطن كده إذا ما أنا شغاله بنعصرها كده كويس شايفين كده بقى الحركة دي أنا بأعمل كده ليه علشان خاطر يكون فيه كرمشة معايا وأنا شغال الكرمشة دي أنا عايز تأثير معين أشوفه في الشغل تمام فيه كرمشة بالمسبة أنا ممكن أعمل كرمشة دي من غير الجالون ولكن أنا ببين الجالون علشان خاطر حضرتك تشوفها تشوف الكرمشة دي بقى شكلها إزاي أو عامل إزاي أو ليه بالزبط تمام بعد كده بنبدأ إننا إيه إننا نطبع الشريحة اللي موجودة قدام دلوقتي أنا هاخد شريحة شريحة أنا خدت وش وبعد كده لو أنا شايف إن الشريحة اللي معايا أنا عايز لونها يعني إيه نقشة كده خفيفة خلاص ماشي تمشي طب لو أنا عايزة تقل شوية بدي وشي تاني زي ما أنا شغال كده يعني أنا كده أديت وشيه تمام طب افترضنا مثلا إن فيه جزء معين أو حتة كده إيه في الشغل معايا خفيفة ببدأ إن أنا إيه أطباحها تاني هتبدأ ديبان معايا أكتر بإذن الله الفكرة سهلة وبسيطة نقدر إن ننفذها بسهولة وفي النهاية برضو يبقى شكلها ما شاء الله جميل ولكن وإحنا شغالين عايزين برضو يبقى الشغل معانا متساوي يعني ما يكونش مثلا التطبيع اللي إحنا شغالين عليه يكون فيه مكان تقيل مكان خفيف على قد ما نقدر يكون كله شكل واحد أو مقاس واحد تمام الشغل ده جماعة ممكن يتعمل بأي ألوان إحنا حبنا يعني الطبعة اللي أنا شغال بها دي ممكن تتعمل بأي ألوان ممكن الأرضية تتغير تبقى لون تاني خالص ممكن الطبعة نفسيها أو الفلفت اللي أنا شغال بيه يعني إحنا بندي فكرة والفكرة دي إحنا ممكن نغير ونشكل منها زي ما إحنا عايزين كده بقى الطبعة لما بنقرب بتبدأ تيبان معانا ناقشة يعني بسم الله ما شاء الله جميلة طيب المرحلة اللي بعد كده ده برضو دهان فلفت قطيفة شموى تشينتو دي كلها نفس المسميات وزي ما احنا قلنا كل مكانه لمسمياته وده لون دهبي تمام إحنا هنبدأ نطبع باستنسل الاستنسل اللي موجود معايا ده العرض بتاعه 13 سنتيمتر عشان كده إحنا اخدنا مقاس 13 سنتيمتر عشان يجي بالزبط زي ما احنا شغالين طبعا ممكن حضرتك تسألني وتقولي انا اجيب لي استنسل ده مني طيب الاستنسل المحل اللي تلاقي عنده استنسلات كبيرة هتلاقي بأمر اللي عنده استنسلات صغيرة وممكن توصيه جيبلك وبدأ يكون متوفر يعني لو انت ملقيتش في محل معين ممكن تروح اي محل يتالي بأمر اللي هتلاقيه يعني ان شاء الله يعني لو موجودش في المكان ده خلاص لأ ندور عليه بإذن الله هيكون موجود بنبدأ ناخد الشريحة اللي موجودة عندنا كده ايه بالطول وده برضو لو حبينا نعمله في جدار كامل بيكون فيه يعتبر ايه نقطتين من فوق ومن تحت زي علام كده العلام ده انا ببدأ ااخد الاستنسل وبعد ما بيخلص ببدأ انزل تحت على النقطتين اللي موجود في الاستنسل واحنا هنشوف دلوقتي حتى انا ده هنتوم عشان برضو يبان معانا وبعد كده ببدأ اكمل بيه الشريحة كاملة بالطول يعني برضو لما بتعمل بيه جدار كامل بيبقى بسم الله ما شاء الله شكله جميل جدا شكله حلو ممكن بقى يتعمل في صالة في رسيبشن عندك ممكن يتعمل في غرفة جلوس ممكن يتعمل برضو لضهر سرير في غرفة نوم يعني ده ممكن تعمله في اي مكان عايزين برضو ايه نغرب كده برضو ونشوف ننزل بقى تحت في كده ايه علامتين كده تحت نقطتين تحت النقطتين دول ده العالمة ده انا بقول عليه وفوق كده فيه نقطتين في الجنب من فوق من اليمين والشمال زي ما هو واضح كده ايه في التصوير ده لو انا عايز اعمل جنب كامل بابدأ ان انا بعد ما خلص الشراحة زي ما انا قولت بابدأ ان انا بالاستنسل انزل عليهم وبابدأ اكمل بحيس يبقى الشغل ماشي معايا منتظم شكله ايه شكله كويس ممكن بالدهب برضو اه دلو الشين انا عايز تدلو الش وقاعد عايز تدلو الشين كده هو في ساعتها هو كده ماشي طيب هنبدأ بعد كده برضو نشيل التيب عشان خاطر بقى الشغل يبدأ يبان معانا كده التيب او لزاء اول ما بيبدأ كده ايه نشيله بيبدأ يبان وتبدأ ايه الرسمة تك توضح اكتر يعني هي ماشاء الله بسم الله ماشاء الله جميلة وسهلة طبعا مدام وصلت للنقطة دي برضو ما تنساش تعمل عجاب بالفيديو ولو لسه ما اشتركتش برضو يسعدنا انضمامك في القناة واشتراكك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد كده ايه الجنب كده ايه بعد ما بيخلص بيبقى بسم الله ماشاء الله جميل طبعا في اخر الفيديو خالص في لقطة كده احنا خلنا اضاءة خفيفة جدا برضو احنا هنشوف يعني احنا هنشوف كده في الاضاءة عاملة ازاي اضاءة الشديدة والاضاءة الخفيفة خالص برضو هيبقى شكلها عامل ازاي برضو بيبدأ يقلب معايا في لمعة كده برضو بتبقى جميلة جدا حلوة فيها تمام ونشوفكم بإذن الله في فيديو جديد على خير كده دي الاضاءة الخفيفة شايفين بتلمع ازاي في الاضاءة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا شكرا